اعقلها وتوكل مشاهدين الكرام الرجل صغير او امرأة صغيرة هكذا ننظر الى اطفالنا وهكذا نختزلهم ونمهد لانفسنا قصرهم على ما نرغب ليكونوا على نمطنا الصحيح والخاط يقترن بفهمنا ومدى تجاوب الاطفال مع رغباتنا وسعينا ليكونوا مثل دورنا الوالدي يفضح كثيرا من سماتنا التقافية ولكن لاننا لا نضع الوالدية في مقامها ودورها صحيح نرتكب اخطاء فادحة مع اطفالنا دون ان نشعر او نشعر باي ذنب غالبا لا شك اننا نحب اطفالنا ونريد لهم حياة مجدية مرهفة سعيدة الا اننا كثيرا ما ندفعهم نحو الشقاه والعوز والهوان دون ان ندري قيمة الوالدية مشاهدين الكرام تكمن في تحليلها بثقافة واسعة ومدركة للطفولة والتنشئة وتنمية الاتجاهات الابداعية وإتاحة الفرصة للمواهب والميول ان تأخذ فرصتها في النمو والتطور ضمن طابع اجتماعي ملهم وتأسيس الشخصية السوية من خلال التنشئة السليمة رحبوا كما ذكرنا لكم الأسبوع الماضي بزميلنا الأستاذ والباحث التربوي عبدالواحد علواني صباح خير سيد عبدالواحد صباح النور اليوم أنا وياك لوحدنا طبعا سميرة سهلا خليني أسألك ثقافة الوالدية وقيمة الوالدية ماذا نعني بالوالدية ثقافة الوالدية هي هذا الدور الذي يطلع به الوالدان في تربية أبنائهم هذه الثقافة التي تسمح لهم أن يكونوا مسؤولين عن أسرة وهذه الأسرة التي هي خلية من المجتمع هذا ما نعني حقيقة أنه كيف يتم تنشئة الأطفال وإعداد المنزل وما إلى ذلك هذا هو المفهوم العام هذا المفهوم يتغير عبر الزمن عبر مراحل المفهوم القديم حقيقة كان مفهوم تقليدي وكان يتوارث ضمن الأسرة كان ضمن العائلة الكبيرة وكان الإنسان يتعلم مسألة الوالدية من الأسرة لأن كانت الأسرة الصغيرة تعيش في كنف العائلة وكان الآباء والأمهات يتعلمون من الأجداد كيف تكون الوالدية على فترات ربما تمتد ست سنوات أو عشر سنوات أحيانا ثم يستقلون بحياتهم وقد ألموا بهذه المسألة وإن كان في إطار تقليدي الآن طبعا العصر تغير الأمور تغيرت وتذهب باتجاه آخر والمعطيات أيضا تغيرت نعم نحن الآن نسلم أن الوالدية هي الزرع اللي نقول الثقافة لأبناء وعطاهم الفرصة المناسبة حاليا الآن مع متغيرات الحياة ومتطلبات الحياة قد تكون قيمة الوالدية أو ثقافة الوالدية بعيدة نوعا مع الأطفال كيف نزرع هذه الثقافة لدى أطفالنا هو القضية حقيقة أن نقوم بدورنا كوالدين أما قضية أنه كيف نزرع هذا الأمر من خلال التكيف مع البيئة مع التكيف مع الظروف الاجتماعية المستجدة هذه تفرز نفسها بشكل أو آخر الآن أنا بقناعتي أنه أصبح الأمر مرهوم بمؤسسات كانت العائلة الكبيرة تمهد للآباء الجدد للأجيال الجديدة أن تقوم بالتعلم خلال فترة كانت العروس كانت تبقى عند حماتها فترة طويلة ست سنوات سبع سنوات كانت تتعلم منها كيف تعتني بالطفل كيف تربيه كان الشاب يبقى عند والديه سنوات فيتعلم من والده كيف يربي فعمليا هو لا يربي الولد الأول أو الثاني عندما يستقل بحياته عندما يصبح له منزل خاص فيه يربي باقي الأبناء ولكنه يكون قد دخل فترة طويلة من الأعداد من خلال وجوده ضمن الأسرة الكبيرة طبيعة الحياة الاجتماعية الآن تغيرت هذا النمط العائلة غاب إلى حد كبير لذلك هناك مشكلة حقيقة بهذه المسألة أنه يجب أن يكون هناك مؤسسات يجب أن تكون مؤسسات تطلع بهذه المهمة نحن الآن معظم الناس عندنا يقومون بانشغال بالحياة بالأشوائية حتى بالحياة نعم ولكن عندما يقدمون على الزواج يظنون أن الزواج هو فقط أن ترى الشخص المناسب الشريك المناسب ثم تقوم بإجراءات الزواج وكذا وإلى آخر حقيقة هذا الإعداد لهذه الحياة لا يكون فقط بهذه الطريقة يجب أن يكون هناك أكثر من الطريقة لفهم هذه الأمور نعم هذا هو البدء إذن نسلم أنه لما نتكلم عن الدورات التاهلية التي نعيشها مع أبائنا ومع والدينا في التعامل الأمثل هي كانت في يوم الأيام مجدية لكن الآن نتكلم عن الواقع أستاذ عبدالواحد الآن الاستقلالية أصبحت هي مطلب لكل زوج أو زوجة كيف نصنع من هذه الاستقلالية ونعيد هذه الثقافة التي كنا في يوم الأيام هي دعونا نقول بالمصطلح العام هي تلقائية سوف تأتي هذا الأمر حقيقة الآن لا يمكن أن يكون هكذا عشوائي ولا يمكن أن يكون مرهون بالحراك الاجتماعي العادي هناك مؤسسات يجب أن تقوم بهذا الدور يجب أن تكون هناك مؤسسات تعين الأجيال الجديدة على اكتساب الثقافة الوالدية قبل أن تدخل حياة الأسرة قبل أن تشكل أسرة معظم الأبناء الآن يستقلون بحياتهم منذ البداية ولكن لا يدرك الجميع نحن الآن الآباء يتعلمون من خلال تربية الأول والثاني ويكونوا ضحايا الأبناء الأول أو الثاني يكونوا ضحايا فترة التعلم هذه مشكلة إذن يجب أن نحطط لهذه المسألة بحيث أن يكون الأبوين الأب والأم دخلوا مرحلة والدية يفهمون هذه الأمور يعتنون بها يعني لما نقصد بالمؤسسات ماذا نقصد مؤسسات هل هناك جمعيات أو مؤسسات معنية بهذه التقافة وهذا المفهوم ولا مؤسسات مجتمعية يكون أيضا من ضمن دورها لخدمة المجتمع تعزيز هذا المفهوم المؤسسات المجتمعية هي ضرورة حقا ولكن أنا بقناعتي يجب أن تكون في إطار رسمي الإطار الرسمي هو الذي يجب أن يعتني كنا نتحدث سابقا في مسألة الطفولة وأهمية الاتمام بالطفولة كونها هي الخيارات الكبرى للمجتمع وهي العناية بالمستقبل إذن هذا المستقبل يحتاج إلى عناية حتى مسبقة من خلال إعداد الوالدين إعدادا سليما لإنشاء أسرة هذه الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع وهي الخلية التي بصلاحها يصلح المجتمع لذلك يجب أن تكون مؤسسات رسمية أيضا تعين الآباء الجدد أو الأمهات الجدد على أن يقوم بأدوارهم بمعنى آخر أن هذه المؤسسات ستستطيع أن تحقق الكثير من المكاسب للمجتمع للمستقبل إذا قامت بدورها وستطاعت أن تجد هناك مشكلات كثيرة حقا تتحفظ بمسألة الوالدية لها علاقة بقضية كيف تربي الطفل المشكلات النفسية المشكلات الاجتماعية المشكلات التربوية المشكلات المدرسية التعليمية كل هذه الأمور أخطاء ترتكب مع الطفل بسبب نقص الثقافة الوالدية فيما أن نوجد جهات وجمعيات تعني بهذا الموضوع ماذا علينا نحل أسراء ننتظر حتى تأتي هذه الجمعيات أم نبادر لزرع أيضا وغرس هذه المفاهيم في أبنائنا هذه دعوة حقا موجهة لكل الآباء أو الأجداد حتى أن يكون كل شخص مقبل على الزواج يكون لديه نوع من الدافع بحيث أن يقرأ عن هذا الأمر أن يطلع على هذا الأمر أن يحاول أن يراقب تجارب الآخرين أن يستفيد من تجاربهم إلى أن تكون هناك مؤسسات وأنا بقناعة المؤسسات الموجودة الآن بإمكانها أن تطلع جزئيا بهذا الأمر مثلا مؤسسات التي تعمل على تنظيم الأسرة مؤسسات التي تعنى بمختلف شؤون الأسرة هذه المؤسسات ممكن إحداث أقسام فيها تعين على تقديم الثقافة الوالدية وهي ليست مسألة كبيرة حقيقة وليست مشكلة ربما دورات أو مناهج صغيرة ربما بعض الخبراء من خلال دورة شهرين أو ثلاثة أشهر بإمكانهم يدخل لكن الحقيقة ما ينقصنا هو الجدية في التعامل كل منا يظن أنه قادر على التربية قادر على كذا وهذا شيء يتبع نظرتنا لأنفسنا أحيانا بعض الناس يقول ما دور التربية ما قيبة التربية يعزو أي شيء إلى التربية حقيقة كل شيء يعزو إلى التربية نموزج مكتمل ولذلك يجد أن آباؤهم لم يكنوا ملمين بالتربية وكانت الأمور بيسر حقيقة هو لا يرى العلال النفسية والعلال الشخصية التي موجودة في داخله قد يتبادغ ذهن كل واحد مننا الآن عندما أيضا نصنع هذه الجهة المجتمعية ماذا يخلينا نقول إلى ماذا تعزو ثقافة الوالدية لدى المجتمع أو بمعنى آخر ما أثر ثقافة الوالدية على المجتمع الثقافة الوالدية تعين المجتمع على أن تكون له خيارات أن تكون له بنى صحيحة عندما يكون الفرد سليما صلاح المجتمع بصلاح الفرد عندما يبنى الفرد بناء صحيحا وتبنى الأسرة بناء صحيحا لا شك أن هذا سيؤدي إلى مجتمع صحيح مجتمع خياراته واضحة أهدافه واضحة هويته واضحة إقباله على المستقبل سيكون واضح إن شاء الله الزميل السادة عبدالواحد دالواني الباحث والمهتم أيضا في شؤون الطفل شكرا لك سادة عبدالواحد أيضا لحضورك وسوف تكون معنا أيضا في فقرات قادمة بإذن الله مشاهدينا الكرام إلى الجانب الآخر الزميل العقيل وأحوال الطقس